موسيقى السلام عليكم و مهلا بكم من السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الشاهد و مازلنا مع ضيفنا القيادة الفلسطيني السابق في حركة فتح المجلس الثوري الأستاذ عاطف أبو بكر أهلا بك معنا من جديد أستاذ عاطف سأبدأ معك الحديث في هذه الحلقة عن العلاقة بين جماعة أبو نضال و جهاز الاستخبارات الليبي أثناء فترة وجود المجموعة داخل ليبيا الفترة امتدت لأكثر من سبع أو ثمت سنوات تقريبا الفترة امتدت من أربع وثمانين إلى ثلاثة وتسعين بشكلها الكامل ثم جزئيا يعني أغلق المعسكر وبقي أفراد موجودين في منطقة الزهرة وجزء في المزرعة كيف كانت العلاقة؟ الآن جماعة أبو نضال كانت أشبه بجهاز مخابرات تتعامل مع جهاز مخابرات ليبي في العادة العلاقة بين أجهزة المخابرات لا تكون مستقرة لا تكون فيها الثقة الكاملة حاضرة دائما وبالتالي قد يبدو من غير مفهوم استمرار هذه العلاقة كل هذه السنوات العلاقة أنا استطيع أن أضع لها عنوان بشكلها بشكلها علاقة مع طرف فلسطين بجوهرها علاقة خدمات بمعنى أجير ومستأجر بمعنى أنا أحتاج حتى لا أحرج وأقوم بتنفيذ مسائل عليها مردود يعني تدر منتوج سلبي بأدوات ليبية فأنت تقوم بها ليبتعد الإحراج والحرج عن النظام الليبي هذا في العنوان العريض كما تقول في التفاصيل العلاقة كانت الحقيقة العلاقة الرئيسية كانت مع هيئة أمن الجماهيرية ممثلة طبعا أيضا بالشكل مع إبراهيم البشاري مكتبه لكن بالجوهر مع عبدالله السنوسي وأدواته وكان هناك علاقة مع جهة أخرى إلا يعني طابع أمني هي عبدالسلام الزادمة يعني العلاقة الجوهر هناك لكن فيه هنا علاقة وأنا يعني شخصيا طبعا العلاقة مع عبدالسلام الزادمة بينه وبين أبو نضال هي علاقة تجاه المعارضة الليبي في الخارج وقام أبو نضال بدور في ذلك أنا شخصيا رأيت عبدالسلام الزادمة مرة واحدة طلب مني أبو نضال أن يعني آتي أنا وزوجتي لأنه هو داعي إلى العشاء عبدالسلام الزادمة وزوجته وكما علمت إنه زوجته إنها كانت تسمى من الخلية الأولى يعني لا أتذكر الآن اسمها في ديني كان يعني من الخلية الأولى اللي بيسمهم القذافي ففي هذا العشاء أول مرة يعني كنا أبو نضال ويوسف الفرر والزادمة وزوجته وأنا وزوجتي وأهدى في حين يعني العشاء كنا نتحدث يعني بشكل عام يعني ما صارت حديث بجانب عملياتي فوأهداها طاقم من الذهب لزوجته أبو نضال كان تحت عنوان إنه بدنا يعني الرفاك الذين يتزوجون يأتي بطق بطقوم من الذهب من لبنان تحت اسم لكن كان يهديها لآخرين وكما علمت من يوسف الفرر عندما أخرج ابنه ابن نضال أخرج من المزرعة وهو قال لي أنه خبأه في صندوق السيارة لأنه كان خائف ابنه وأخرج خمستاشر كيلو ذهب من هذه المواد معه إلى مصر ابنه عندما التحق به بمصر فأنا يعني شفت رأيته أعطى زوجتي طاقم الذهب لتهديه للمرأة لزوجة عبد السلام يعني مرأة لمرأة بس لكن على المكشوف يعني أمامها يعني أنه لو سمحت تقدمي له حتى لو تعرف مرأة بتلبس مرأة يعني العقدة وكذا فهذه المرة لكن أيضا مثلا أنا ذكرت في التفاصيل أنه ليلة لو كاربي كما ذكر لي محمود صالح قال في سوق الجمعة جاء البشاري وجلسوا ساعة ثم قال ذهبت أنا ويا إلى عبد السلام الزادمار للأثنين فهذه ثلاثة إنه قصة المعارضة طبعا أبو نضال شريك في قصة المعارضة حتى المرأة التي جاءت وطلبت أن أخرج قالت لزوجتي زوجك نظيف اليد شريف لم يتلوت بدم الليبيين بمعنى أنه هذولات وعنده معلومات فخليه يخرج الآن فبمعنى أنه عند الشرفاء في أجهزة النظام لنقول لأن أنا لا أعرف من المرأة للآن أقدر لكن لا أعرف سنأتي لهذه القصة أكيد عندما نصل إلى مرحلة خلوزة من الليبيين أنا قلت هذا فبمعنى أنه في داخل المظام الليبيين ناس كانوا يعرفوا أنه أبو نضال متلوث متلوث بالدم الليبي طيب الآن الارتباط بين الطرفين عن طريق شخصيتين هم عبدالله سنوسي وعبدالسلام الزادمة يعني أن طبيعة الخدمات كانت مختلفة بحيث تطلبت التنسيق عبر شخصي نعم الزادمة متخصص آسف للتعبير بما كانوا يسمون كده بالضالة يعني بالمعارضة يعرف في ليبيا بالتصفية تصفية طبعا أنا بقوله نظام شيء كان يسميهم نعتبر على التسمي فربما يكون ربما يكون لعبدالسلام الزادمة طريقته في التسليح أو النقل أو القتل يعني ربما يكون يعني لا أدري كيف يعني 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 هل هو جهاز مستقل هل هو مش جهاز مستقل لا أعرف لكن أبو نضال ولغ في الدم الليبي خدمة للنظام يعني خدمات مستأجرة وكان له عبر عبدالسلام الزادمة لذلك هو نعاه عندما كتل نعاه الحج قال عبدالسلام الزادمة ما أدريش لا أعرف أنه حجه لا يعني أنت تقول بأنه قتل قال نعم قتل كل من يعرف بيولو كاربي وغيرها قتل من من كان النظام يخشى أن تتسلل المعظومات عبره طيب إذا كانت العلاقة مع عبدالسلام الزادمة فيما يتعلق بعمليات التصفية للمعارضين في الخارج العلاقة مع عبدالله السنوسي العلاقة كل العمليات الأخرى هي مع عبدالله السنوسي العمليات اللي ذكرنا جزء منها كبير هذا مع عبدالله السنوسي وبالتالي مع القذافي طبعا هذا لا يعني أن عبدالسلام مش بعلم القذافي لا يمكن أن يصفى حد بدون علم يعني البص كبير يعني لما مثلاً يخطط حد جاي منصور الكيخة هل القدافي لا يعلم لا أعني هنا أبو نضال أنا بالتالي يعني الذي يؤشر على كل المسائل هو هو يعني عبدالله السنوسي عديل وعبدالله السنوسي أداة صغيرة يعني عبدالله السنوسي أداة لو لا أنه أداة ما بيوصل إلى هذا الحجم يعني عبدالله السنوسي مؤهلاته زيره في النهاية للنظام رأس واحد رأس واحد طيب دعنا نغوص أكثر في تفاصيل شكل العلاقة بين الجانبين الآن اتفقنا أن طبيعة العلاقة قائمة على أساس مخابراتي معلوماتي سري طبعاً يعني شو يعني مثلاً أنا قلت مثلاً أنه أتوا بالطائرات العسكرية من عناصر أبو النضال من دمسك بمعنى أنه حتى يعني يعني السلاح الطيران مسخر عندما يريده نقل السلاح للخارج عبره كيف كانت ترتب العمليات الآن تقريباً معروفة بنسبة كبيرة لكن داخلياً كيف كانت تدار هذه المسائل؟ كان فيه يعني ما يسمى غرفة عمليات مشتركة اللي هذه يعني يعني غرفة العمليات المشتركة هي التي تحدد العمل المشترك العمل المطلوب من كان أطرافها؟ هم نالك ثلاثة أشخاص لا غيرهم اللي يومي كان لهم علاقة بالأهداف وبنقل السلاح عبد الرحمن عيسى طبعاً أبو النضال طبعاً أبو النضال والقذافي هاي أمر طبيعي عبد الرحمن عيسى في مراحل أخرى يوسف علي الفرة وفي النقل حمدان أبو عصبا اللي هو عزم حسين هؤلاء طبعاً أما في الخارج عندما تستلم الأسلحة فهنا دور جماعة أبو النضال يعني عندما يستلمها عزم حسين أو كادر من عند أبو نضال هنا يبدأ دفنها وكذا والتنفيق هذا الدول لوجستياً لو افترضنا أن هناك عملية الآن تمت الاتفاق عليها بين الجانبين كيف كانت تدار أنت بعد خروجك إلى تونس حصلت على معلومات كاملة حتى عن الجانب الأمني العملياتي غير الجانب السياسي اللي أنت كنت جزء منها في شكلين في شكل المراقبة والتنفيذ من أبو نضال جماعته زي ما قلنا أحمد البراني المراقبة والتنفيذ كامل من جماعة أبو نضال أنا ما أبحث عنه هو معرفت كيف كان يتم ترتيبها هل هي اجتماعات تقابلية بين الطرفين مراسلات مشفرة لا 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 اجتماعات مباشرة اجتماعات في هيئة الأمن اجتماعات مباشرة داخل هيئة الأمن اه اه داخل هيئة الأمن موجودين الطرفين في ليبيا قبل والمركز كان في الشام كان يجي عبد الرحمن عيسى وقلت كان فيه اثنين يوسف الفرا وابو عصبة موجودين في ليبيا كان يأتي لكن الآن هم في ليبيا طرفين معا موجودين فكان حسب الهدف إذا الهدف مثلا ما فيه قدرة لا استطلاعية ولا تنفيذية للجانب الليبي فيقوم بكل الدور جانب أبو نطا لكن في أحيان أخرى مثلا في روما في روما الاستطلاع جماعة أبو نضال والاستدراج ثم التنفيذ جماعة عبدالسلام الزادم في أدوار أخرى في أدوار أخرى الاستدراج يعني هم يتفقوا مع معارض أنهم دولتكو أنه فصيل فلسطيني وكذا يعني فيه وسائل للخداع وثم يأتي الدور يعني التنفيذ من أدوات ليبية أو أدوات أخرى مستأجرة من الليبيين فأما عدات التنفيذ هي السلاح السلاح كان للجماعة في مخازن هيئة الأمن سلاح هل هناك عمليات جرت بالعكس بحيث أن الهدف كان هدف لأبو نضال وساعد الجانب الليبي أو قام بدور ما في ترتيب نعم مثلا أبرز الأهداف المعاكسي أو اللي غطاها النظام الليبي وسهل قتل أبو إياد مثلا قتل أبو إياد في تونس الأداء أبو نضال الرغبة لكذافي القاتل لم يكن في ليبيا القاتل دخل إلى ليبيا وأقام دخل عبر التسهيلات الليبية يعني دخل من بولندا إلى يووسلافيا إلى ليبيا وأقام وأقام في شقة معطاء من الطرف الليبي في ساحة السوحلة في ميدان السوحلة ميدان السوحلة ميدان السوحلة نعم في شقة معطاء شقة سرية للأفراد يعني الأفراد اللي داخل الشقة داخل الغراف لا يتحدثوا مع بعض ولا يتقابلوا مع بعض الأفراد هؤلاء حتى اللي بديروه على الحمام بيعطي إشارة مشان الآخرين ما يشوفوه حتى اللي بديروه على المطبخ يعمل شغلي بيعطي إشارة ما حد بيشوف الثاني ما حد بيحكي مع الآخر هذا معطى منهم شاهد وفي هذا وفي هذا المكان التقى جماعة عبدالله السنوسي بالقاتل علي الكيلاني علي الكيلاني التقى بالقاتل في هذه الشقة في ميدان السوحلة والليبيين يعرفوا أنه أبوياد سيقتل وقلنا سابقا أن أبوياد على قصوم شديد مع القذافي وهذا أكدوا يعني أنه عندما جاء إلى ليبيا أعطى أمر لقيادته أن لا يصافروا أبوياد وهذا أكدوا أيضا وزير الخارجي السابق سلغام أنه أبوياد كان يعني يواجه القذافي ويتحق بالحوار علي الكيلاني كان له دور في هذه العلاقة بين الجانبين نعم علي الكيلاني هو الذي كان من طرف السنوسي وعلي الكيلاني الآن في مصر الآن هذا ما الدور الذي لعب الكيلاني في هذه العملية شفوا يعني التخطيط التخطيط جرى كالتالي أنه هذا الحمزي أبو زيد كان سابقا في تونس هو عنصر أمن في تونس عند فتح وكان مرافق للشهيد أبو الهول عضو مسؤول الأمن المركزي في فتح ثم نقل إلى بغداد عند شخص آخر في أمن فتح اسمه هواري ثم أرسلوا للخارج هنا انفقدت الصلابي في بولندا ذهب إلى بولندا في بولندا التقطت الجماعة أنا هنا بقول أن الموساد وضعوا في يد الجماعة حتى يبرز القتل فلسطين نظم في بولندا يعني كان يجلس في المقى أجو جماعة أبو نضال وتعرفوا عليه والتقطوا وبعثوه إلى ليبيا عن طريقه وسلافي الآن هو أصبح في يد جماعة أبو نضال فخططوا معا جماعة أبو نضال أنه عندما يأتي أبو الهول إلى ليبيا أن يذهب ويستعطفه ويقبل يده ليعود عنده أبو الهول من مرافقي عرفات من رفاق عرفات أبو الهول من رفاق أحد القيادات البارزة إلى جانب عرفات من قيادة فتح فجاء أبو الهول وذهب عنده إلى الفندق الكبير واعتذر وبكى وشكى فأعادوا إلى تونس أعادوا إلى بيته يعني بحراثة بيته وكان مكلف أنه قتل أبو إياد في بيت أبو الهول عندما يأتي فحتى سؤل في التحقيق أنه طيب لو اجتمعت قيادة فتح في بيت أبو الهول من ستقتل؟ تقتلهم جميعا؟ قال لا سأدخل مثلا القهوة أو الشاي وأقتل أبو إياد تحديدا وقال أنا رأيت أبو إياد في احتفاله فالات لفتح موجودة قيادة فتح في احتفالات وكنت قادر أقتله بس أنا بدي أقتل آخر بدي أبو إياد تحديدا جائب هناك تكليف تكليف هناك تكليف طيب الآن أنا يعني فيما كل فيما كشفت أنا ولم يكشفوا تحقيق فتح يعني للأسف تحقيق فتح أنا يعني قرأت عندما هو كان يعني عندما قتل أبو إياد احتجت زوجة أبو الهول وبنته وطلبني أنا بالإسم فأنا قلت للتوانسي أنا مستعد أروح أنت كنت موجود في تونس الآن لأن العملية القتل حصلت في سنة 91 كنت في تونس خليا بس نأثث للموضوع بس أبو إياد تم اغتياله في سنة 91 أعتقد نعم 91 أنت كنت قد خرجت من ليبيا اختلفت مع أبو نيضال في نهاية تساة 80 نعم نعم في هذه الفترة كنت موجود في تونس كنت موجود في تونس القاتل الآن طلب من أجهزة الأمن التونسية أن يتصل بك القاتل ترك سيارته تشتغل في الخارج القاتل كان متأكد أنه سيهرب بده ينفذ ويهرب لأن القاتل ذهب وقرع الجرس ففيه خدام السيرلنكية فتحت الباب فقال يبدأ صلح الكهرباء وأغلق الباب وقتل فالقاتل والحراسات كانت يعني يلعب ورق تحت في البدروم فكان هو متأكد لأنه هو حارس في البيت ويعرف التفاصيل فكان متأكد وكان سيهرب عند ابن عمته ابن عمته هو الذي يدخل ويخرج الناس في تونس الفلسطينيين ابن عمته نائب السفير الفلسطيني في تونس واكتشف فيما بعد أنه موساد اسمه عدنان ياسين يعني عميل مشهور فكان سيهرب عنده إذن ما علاقة يعني هذا ابن عمته إذن هذا موساد هذا وضع في يد جماعة أبو نضال فعندما سمع الرصاص لم يستطع أن يهرب فاضطر أن يحتجز المرأة وبنتها وصلت أنا فقالوا له هو بالجزائر قال بده طائرة تجيبه أنا استعديت مقابل المرأة والبنت فالتوانسي رفضه إنه ده بتيجي تموت يعني فبقيوا التوانسي يعني يستعملوا الحيالهم والغاز إلى أن استسلم الآن التوانسي حققوا معاه أنا قرأت التحقيق التونسي ونشرته وأقول التحقيق التونسي به بعض المهنية به مهنية بما يستطيعهم هم مش متخصصين بوضعهم ثم أعطي التحقيق للفلسطينيين جرى تحقيق من فتح به الحقيقة أن تحقيق الذي جرى من لجنة من فتح مهزلة ومسخرة وتحقيق يدين المحققين كل الأسماء التي وردت هنا لم ترد هنا كل المواقع التي وردت هنا لم ترد هنا إحنا كلنا في ساعة السوحلة في تحقيق فتح بقول فيه خرابي ما فيها مي ما فيها كذا ما فيه هنا الأسماء مختلفة وكأن الذين استلموا التحقيق التونسي لم يقرؤوا ثم جرى عندما نقل إلى صنعاء للتحقيق المحكمي جرى تحقيق ثالث وهنا يعني التحقيق هذا استند إلى التحقيق التونسي لكن به ثغرات كبيرة إنه التحقيق مثلا وارد اسم نعيم يوسف إنه من اللي هيقول القتل بقوله كادر عند أبو نضاد طيب يا أخي هذا زاوي إمه أخت أبو نضاد وهذا كيادة عند أبو نضاد يا أخي اسألوني طيب جرى إنه عيسى صلاح اللي جابوا من يوصلها فيها كاتبين عيسى جرادات عيسى جرادات اسم آخر بلبنان للجماعة لم يدخلتوني طيب عيسى صلاح وحكم إعدام في المحكمة هذا عيسى صلاح فأنا يعني اتصلت برام الله يا أخي شو بتلعبه بعدين يا أخي عيسى صلاح أنتوا دخلتوا عرام الله بي 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 بأجهزتنا دخلتوا الأجهزة الفلسطينية وأعطيتوا تقاعد أنتوا حاكمين واحد أعطيتوا إعدامها أعطيتوا تقاعد أنتوا لو قلتوا لنعيم يوسف بقولكم اسمه معين اسمه خليل صلاحات ابن أخت أبن ضال وكان فيه عند صدام حسين عايش يستطيع صدام أن يسلمكم هي يعني لماذا هذا العبث اللي بتشتغلوا بي أنا بتونس اسألوني ما فيه بالتالي بالتالي يعني يعني فيه فيه مهازل كانت تجري لم يدان أي أحد في مقتل صلاح خلف أبو إياد في تونس حكم بالمحكمة يعني محكمة العسكرية اللي فتاة حكم على أبو نضال بالإعدام حكم على نعيم يوسف بالإعدام دون أن يعرفوا مينه حكم باسمه الحراكي بسألوني بقولكم اسمه الحقيقة بقولكم معلومات عنه بقولكم ها هي عند صدام صدام بسلمكم منه السؤال الآن ما الدور الذي طلب من ليبيا في هذه العملية وفق روايتك وتقول بأن علي الكلاني هو من تولى التنسيق لهذا الدور علي الكلاني أولا يعني يتولى التنسيق بالتالي القدافي على اثنين القدافي له سوابق مع أبو إياد سوابق له مصلحة في التخلص من أبو إياد له مصلحة من يبيا ثلاثة أبو إياد هل دخلت أمريكا على الخط غيرها أبو إياد هو الذي عمل عملية من النخل والذي قاد وأبو إياد هو الذي أدخل شنط الأسلحة من الجزائر إلى أي هو شخصيا أدخل خمس شنط فيها أربعة سلاحة وأدخل امرأة لبنانية معه وفيه وجواز دبلوماسي معه بالتفتيش قال لهم أنا دبلوماسي كذا اتفكوا أن ينفتشوا شنطة واحدة أعطاهم شنطة مرأة ملابس داخلي كذا فمرت الأسلحة وأعطيت لي المرحوم أبو داود فإذن الأمريكان أبو إياد ميونيخ أبو إياد وراء العملية التي جرت في بيت السفير السعودي في السودان وقتل سفيرين أمريكيين سنة 37 ميونيخ سنة 72 لذلك عندما دخل تريد الوصول للقول بأن القذافي وأبو نضال قاموا بتصفية أبو إياد خدمة للولايات المتحدة خليني أكمل لتخلص بما تريد عندما انتقلنا من بيروت إلى تونس سكن أبو إياد في منطقة قريبة من البحر كان بورقيبة متزوج من الوسيلة ماجدة الوسيلة ماجدة كانت مخلصة لأبو إياد جاءت إلى البيت هذا يمكن لم لقى للكلام قالت له يا أبو إياد مطلوب مننا أمريكياً أن نضع في اللمبات وفي داخل بيتك أجهزة للطمص ومطلوب مننا أن نعرف حجم تصفيح سيارتك المصطحة مجبرين أن نعمل يعني الحبيب بورقيبة مجبر طبعاً هي تقول سراً لأبو إياد لكن خذ حذرك وإنقل البيت فانتقل البيت هلأ أبو إياد مطلوب رأسه أمريكياً مطلوب رأسه إسرائيلياً لأنه عام 72 لما جرت عملية ميونيخ وقتل 11 رياضي إسرائيلي قل دمئير عملت قائمة انتبه لي الآن قائمة حمراء سمتها الذين خططوا ونفدوا يجب أن يقتلوا الآن أخي خالد ده أقول لك مين اللي خططوا ونفدوا لتعرف من قتلهم رأس العملية أبو إياد من قتلوا أبو نضال صاحب فكرة العملية والتخطيط محمد فخري العمري كتل مع أبو إياد قتلوا أبو نضال شريك في العملية عطف بسيسو من قتلوا أبو نضال والقاتلان لأسف واحد منهم الآن في رام الله هذه حسب الصور الفرنسية وحسب اسمه محمود خضر العذرة وواحد آخر اسمه مرعي صايل كاروم مات في طرابلس قبل فترة في طرابلس ليبيا وللأسف أنه متفرغين على أجهزة السلطة وهذه الصور الفرنسية أنا جبتها والصور الحقيقي عندي رح نحطها على التلفزيون ليراها الناس إذن الذي نفذ ما قالته قل دمائير والرابع أبو داود محمد داود عودي مش هو اللي أدخل من الذي ضرب أبو داود عودي سنة واحد وثمانين في واحد عشرين سبعة واحد وثمانين في وارسو اللي أطلق عليه ستة رصاصات أبو نضال وثاني يوم أبو نضال قال الموساد يدين الموساد نعم أنا قلت الموساد الفلسطين اللي ضرب أبو داود هاي أبو داود الذي نفذ قتل الأربعة أبو نضال القائم الحمراء طيب ألا يعلم القذافي أنه أبو إياد مطلوب للأمريكان ألا يعلم الدور اللي عمله أبو إياد ضد الأمريكان والإسرائيليين ألم يكن دون علم القذافي قائد عملية ميونيخ محمد توفيق مصالحة ألم يكن يعمل في ليبيا ودرس في ألمانيا وخرج من ليبيا إلى ميونيخ ليكودا وبعد استشهاد الدفن في ليبيا ألا يعلم القذافي بذلك هذا اللي قادم ميونيخ قتل كان بليبي بايش وقتل القذافي ما له علاقة لكنه دفن في ليبيا بعدين طيب الآن جرقت الأبو إياد رجل بحجم أبو إياد وأعلن أنه أبو نضال ومسك حمزي القاتل طيب ماذا يعني إذن سيتهم القذافي مباشرة أنه أبو نضال عندك طيب شو أخذ إجراء لا شيء هل أطرد أبو نضال هل اعتقل أبو نضال هل عمل أي شيء الكلام فيه 14 و 1 بقي أبو نضال عادي لم يؤخذ أي إجراء ضد أبو نضال المفترض أن يسأل في وقتها من الجانب الفلسطيني جانب الفلسطيني سأل قدافي لا شيء إنه صراع فلسطين فلسطيني فلسطيني ليش حمزي وضع من الموساد في يد أبو نضال وليش حمزي طلبني أنا ليبرز إنه بدنا نقتل هذا الذي شقت الجماعة وليش أبو نضال القاتل مشان يبرز إنه فلسطيني فلسطيني ويبرز إنه نتيجة الإنكسامات طب إنت ماذا أخذت يا أبو يا قدافي شو ليش على الكيلان نشارك أنا طلبت من الخيادة الفلسطينية مرة قلت لهم إنه بعد سقوط النظام البزاة الخارجية اللبنانية بحثت وفد ليسألوا القدافي طلب من النظام الجديد إنه يسألوا عبدالله السنوسي وين الإمام الصبر فطلبت من رام الله يعني ابعثوا أبو ياد يستحق أن تبعثوا تسألوا عبدالله تطلبوا من السلطة في إطارات تسألوا عبدالله السنوسي لماذا تم وكيف تم الأمر للأسف لم يعني لم ما الدور الذي لعبته ليبيا ممثلة في علي الكيلاني كما تقول لأن علي الكيلاني التقى بشخص المنفه طبعاً قبل انتقال إلى تونس الكلاني سينفي طبعاً للكيلاني مبعوثاً يعني 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 أي شيء أي عمل بده يتكلف أحد أدوات عبدالله السنوسي فهذا الذي لعب الدور يعني بمعنى عبدالله السنوسي عبر هذا طبعاً عندما ماذا يمكن أن تكون ليبيا قد قدمت لتنفيذ هذا العمل أنا يعني قد قدمت ربما تعمير ربما تسهيلات ربما وعد أنها لن تأخذ أي إجراء لدى أبو نضال ربما تشجيع لا يمكن أن يقدم أبو نضال على عمل بهذا الحجم دون علم النظام كل ما توقعته لا يقتضي أن يلتقي شخص في مستوى علي الكيلاني بالمنفذ في شقة في ميدان السوحن في طرابلس كما تقول أنت طبعاً ربما هناك شيء آخر غير تفسير اللي ذهبت له يعني أنا في تنظيم سري بهذا الحجم وفي عمل بأنت لا تستطيع أن تعرف كل الدقائق أنت تستطيع أن تعرف جزء وأنت استنت الجزء بعقلك يعني تعرف آلية العمل في هذا الموضوع آلية العلاقة يعني هم يستطيع أن يقتلوا بدون علي الكيلاني لكن لماذا علي الكيلاني إذن الطرف الليبي يعلم هناك مصلحة مشتركة هكذا تتوقع إذن الطرف الليبي عندما يعلم ويغض الطرف فهو شريك لأكل لك مثلا وإحنا في سوريا أبو نضال حاول إغراء السوريين بشكل أبو نضال شريك في قتل قيادي قيادي مسؤول الصاعقة اللي هي تنظيم الفلسطيني في عزود اللي قتل فيه كان اللي قتلوا من جماعة أبو نضال ثم أبو نضال صفى في المستقبل صفى القاتل مشان يخفل أبو نضال لما السوريين طلبوا إنه هذا فلان زهير خالد بنا نقابله مشان مسأل إيجارات في المقاهي الشعبية بالكويت لأنه هو اللي قادها فأنا ذهبت لأبو نضال أنا اللي طلبوا مني محمد الخولي اللي هو محمد الخولي وأنا لا أحرف ليش طلبه فذهبت لأبو نضال قلت له اللي هو الخولي بده قال لي قل له قال لي مش ممكن يخليه يعطيه ليش قال لي انت سأله فأنا لما قلت لابو نضبطهم فلان قال لي لا يمكن لا يمكن فيما بعد عندما قتل بسيارة متفجرة أخبرني يا أبو نضال قال لي السوريين دم يام شان زهير محسن ماذا عامل أبو نضال مقابلها طرح على السوريين عبد الرحمن عيسى قتل أمين عام جملة التحرير العربي اللي هو التنظيم الفلسطيني للعراقي فماذا أجاب السوريين نحن مش معنيين نحن مش معنيين إذن القذافي كان بإمكانه يقول نحن مش معنيين أو القذافي كان بإمكانه يقول يعطي مثلا هيك يعني موقف تاريخي لأبو إياد يا أبو إياد كانوا بدون هذا وناحميتك نرى يعني كان بإمكانه أن يقدم موقف تاريخي للقيادة الفلسطينية أو أن يمنع شايف لكن أن لا تأخذ إجراء أن يلتكي على الكيلاني إذن أنت غطيت الأمر إذن أنت صاحب مصلحة صاحب مصلحة طبعا طيب علاقة طيب إذن الآن سواء الأمريكان بدهم أو ما بدهم سواء أنه أبو نضال ارتبط بالأمريكان ونفذ لهم يعني دعنا نسمح في الخياة الآن دعنا نقول هذه الأعمال جرى بعد استدارة من الكرص النووي إلى الاستدارة باتجاه الغرب أليست ذلك ألا يستطيع القذافي أن يقدم هذه عربون أو حسن أخلاق عربون للأمريكان أنه هذا الذي أعملكم العمليات التالية وللإستراري أنا غطيت قتله أو ساهمت بقتله غطيت أوسام مثلا بالعراق عندما لا نريد أن نغرق في التحليلات نبحث دائما عن الوقاة والأحداث أستاذ عاطف أنا سؤالي على قب على هذا المستوى من الخطورة اللي بينشر أنا لما بتسمني أنا بقول الأداة الأداة المنفذة جماعة أبو نبال قال وقتل عاطف بسيسو وهو قيادة في أجهزة الأمن جرى من شخصين أتوا من ليبيا من شخصين أيضا ويحملوا سلاح متطور يعني يحملوا مسدسات تخبط مباشرة الرصاص الظرف يعني البيت الرصاص لا ينزل للأرض ينزل فيه كيس أسلحة متطورة ثم الذي كان يعلم بأطب سيسو وصل من ألمانيا مساء ذهب للعشاء الذي كان يعلم شخص واحد أين هو لأنه بده يدقله سيارته لتونس هو الجاسوس عدنان ياسين هو لأنه هو اللي بدك للسيارات ابن عمّة حمزة قاتل أبو إياد فقتل في نفس الليلة عطب سيسو من جماعة أتت من ليبيا من جماعة أبو إياد في عملية منفصلة عملية منفصلة في باريس سنة 92 سنة 92 في شهر ثماني حزيران أنت لم تأخذ أي إجراء هنا أو هنا لم تأخذ أي إجراء إذن القتل من عندك يخرج من مطاراتك بتسهيلاتك هذا السلاح المتطور من أين أتوا به جاية سواء سواء دخلوا به فرنسا من ليبيا أو سواء سلم لهم من أين هذا السرعة اليوجستية اللي يعلموا أنه عاطف جاء من عاطف سيسو جاء من ألمانيا صباحاً بسيارته مساء مكتل وكان في اليوم التالي بيذهب إلى مرسيليا ليخرج الباخرة إلى بالفر إلى تونس مع أنها لا توجد مصلحة واضح المظام الليبي حتى يشارك في هذه العملية عاطف بسيسو كنا شريك في ميونيك عاطف بسيسو مسؤول العلاقات الخارجية عنده لن يكون سهل على الناس أستاذ عاطف أن تقول بأن النظام الليبي كان يقدم خدمات للولايات المتحدة لأمريكا أو للكال الإسرائيلي هو بهذه العمال العمليات بغطة عطيتها بحماية أبو النظام سواء شارك جزئيا أو كليا هو قدم خدمات مباشرة هل الأمريكان والإسرائيليين طلبوا لا أدري لكن إن لم يطلبوا فهو قدم عربون حسن سلوك طيب خليني نرجع للسؤال العلاقة على هذا المستوى الخطورة بين جهازين أمنيين سريين لم يحصل أن شهدت خلافات بين الجانبين بين قيادات ليبيا وقيادات فلسطينية من جماعة أبو نظال أنا طيلة وجودنا في ليبيا لم أسمع من أبو نظال مرة أنا سألته قلت له أنت وضعت كل البيضات في ليبيا في سلة القذافي في سلة القذافي بستطيع تكسيرها كله وإنهائي الجماعة قال لي شو المطلوب قلت له إن نوع ما كأمكن التواجه قال لي شو مثلا قلت بروع على اليمن الديمقراطي وذهبت وافتتحت علاقة بروع على إثيوبيا بروع على المجر بروع عند الروس وهذا تم بروع عند تشيك يعني كان فيه توجس أنا مني أنا مخاوفي وافقك في هذا الأمر لا لا هو بقول لي ماذا تقترح لكن هو شو أجابني قلت له ألا تخشي يكسر كل البيضات أجابني التالي قال لي هم ماسكيني برقبتي وأنا ماسكهم برقبتهم يعني بمعنى أنا قلت لك مبارح أنه في لوكاربي لما هو خرج بعدين يعني وصار يطلب تعويضات طلب تعويضات خمسين مليون دولار عن ممتلكاته في ديبيا فوقف صلاح عبد العزيز أنا مبارح قلت صلاح محمود صلاح عبد العزيز اللي هو اسمه عبد الله حسن في مجمعته أبو نبيل توفى الآن هذا من اللي أجو معنا وقف وقال نحن نعرف دورهم في لوكاربي نعرف ليليهم الحمراء نعرف كذا لأنهم شراكة يعرفهم شراكة هذا التصريح من عضو مكتب سياسي لا يتم بدون أبو نضال قلت لأنا مبارح أنه كان يهاجم أطراف في النظام الليبي ويبتعد عن القذاب في تلك المرحلة مرحلة الثمانينات كان الطرفان ارتبطوا بمصير واحد وبالتالي يصبح من الطبيعة لا تحدث أي خلافات حتى مع هذا الحجم من الخطورة والعمل أنا أخي خالد صعب أن يكون خلاف بين السيد والعبد العبد بين المستأجر وبين الأجير أنا كنت أقول وإحنا في ليبيا كنت هيك كنت أقول أبو نضال ورقة في ملف هيئة الأمن الجماهيري أبو نضال أبو نضال مثلاً أمام القذاب كل الأخ معمر كل الأخ القائد وجلب له من دمشق سيف ودى خصيصاً سيف من الفضة مكتوب عنه صلاح الدين الجديد لهذا النفاق أبو نضال أبو نضال عندما كان يتصل به السنوسي وهو في مكتب وكان يقف يا أخي مش شايفك السنوسي يا أخي السنوسي مش شايفك السنوسي واحد أمي حتى بالأمن أمي شايف السنوسي يعني عبارة أنا يعني يعني مهزل السنوسي إلى هذا الحد كان يدل لهم بالولاء نعم نعم أنا عندما كنا نخرج عند الكذافي كل ما رأيه أقول له هذا فوق الجاذبية يقول لي أنت بدك تسبب أنه مذبحة في ليبيا أقول لي ليش يقول للحيطان إلى أذان يقول لي يا أخي أنا بحكي معك بقول لك هذا فوق الجاذبية الرجل شايف كما قالت الإيطالي الصحفي قال لها سألتيني القذافي عن كل شي إلا عن الله قالت له ما هو أنت بتعتقد نفسك الله طيب في كتاب بندقية الإيجار الكاتب يعرض هيكلية التنظيم وشخصيات عديدة مما يبين حجم هذا التنظيم وسعة انتشاره على مستوى العالم وليس حتى في المنطقة العربية فقط لجان أقسام كيف يمكن تقديم وصف سريع لهذا الكيان شوف في فترة ما نسمى في فترة يعني في فترة كوة التنظيم أو المجموعة يعني فترة الازدهار اللي لما جينا نحنا كان التركيب كالتالي كان عنا لأول مرة بتشكل مكتب سياسي كان فيه مكتب سياسي معدد محدود كان فيه اللجنة المركزية زي الفترة وكان فيه مجلس ثوري له يعني مجلس التشريع ثم فيه دوائر ولجان هنا نأتي للدوائر ولجان فيه الدائرة السياسية اللي كنت أكودها الدائرة السياسية هي العلاقات السياسية والإعلام الشغلتين يعني أنا إلي نائب هون ونائب هون الدائرة يعني العلاقات تعني إنك الاتصالات السياسية بالكوة الإعلام يعني المجل والمواد الإعلامية الملصقات فيه عندك دائرة التنظيم دائرة التنظيم كانت فيه إلى لجنة في الساحة السورية لجنة في لبنان فيه لجنة فلسطين والأردن وفيه لجنة الساحات الخارجية وفيه لجنة بليبيا طبعا في لجنة الساحات الخارجية هاي الطلاب اللي هاي منتشرين يبعثوا فيه كان فيه تركيز بولندا في تركيز في يوسلا في تركيز في تركيا في تركيز في بولندا كلنا في إسبانيا في باكستان في مرحلين في الفلبين يعني هذا هنا الانتشار يعني فكان يبعث طلاب من قبل الجماعة نتيجة القوة المالية يبعثوا إلى الخارج بس في النهاية هؤلاء يتحولوا إلى يعني هما تنظيم مدني ثم يتحول إلى عمل استخباري هاي دائرة التنظيم في عندك الدائرة المالية هي قسمين قسم استثمار وقسم المسائل اليومية والصرف استثمار الاستثمار كان فيه شركتين في الخارج سرية شركة اسمها ساش وهي الحروف الأولى من مكوني الشركي من الجماعة اللي باسمهم هذه في بولندا وكان فيه شركة أخرى اسمها زيبادو موجودة في بولندا وفي مركزها بولندا وموجودة في ألمانيا الشرقية وفي قبرص وفي الشام هذه علاقتها مع التجار الخارجي وهذه علاقتها مع التجار الخارجي ووظيفتها هي في بولندا مثلا لنأخذ مثلا أو في ألمانيا بولندا وظيفتها التجارة بالأسلحة أو أكن تكون وسيط للبولنديين في تجارة الأسلحة لذلك أبو نضال في أثناء الحرب الإيرانية العراقية العمل اللا أخلاقي كان يبيع سلاح لهؤلاء وهؤلاء كان هون وهون رغم أنه طارح نفسه رجل قومي وطارح نفسه أنه موالي للثورة الإيرانية كذبا دبيع هون وهم شان يقتلوا بعض ماليا كانت أمور المنظمة واضحة طبعا هلا نكمل الدواء هلا في عندك الدائرة العسكرية قلت هي تشكلت في لبنان للمقاتلين في لبنان الدائرة العسكرية في لبنان في عندك لجنة فنية اللي هي للتزوير والكذا عندك لجنة علم تزوير جوازات وفياز وكذا يعني مسائل ومسؤولة المطبعة والتزوير كل المسائل التزوير كانت الجماعة قد استجلبت مطبعة وهي في طرابلس تم استيرادها من إيطاليا من إيطاليا عندك خلينا نقف بس عند أعمال تزوير المستندات التي كانت تتم يعني أنت بدك مثلا تعمل رخصية كتسيارات بدك تعمل جوازات أردنية بدك تعمل فياز يعني بدك تتابع الأختام في مطارات في آخر نسخة للأختام ثم تقلدها مشان تخطب يعني مثلا أنت لما تستعمل جواز أردنية بدك حتى يبرز بدك تعمله خروج من عمان حتى لا يشك فكان ختم عمان موجود كانت تقدر تعمل فياز تقدر تعمل شهادات ميلاد طبعا الناس اللي جاي اللي ما عندوش تقدر تعمل شهادات مدرسية تقدر تعمل شهادات تخرج كله كيف وصلت جماعة أبو نيضال إلى هذا المستوى المحترف نعم كان عمل متطور فيه لجنة علمية خليني بس أقف أكثر عند هذه اللجنة نعم تزوير الوثائق بهذه الدقة والاحترافية تم عبر كوادر فلسطينية فقط أو كان في أجانب لا لا فلسطيني فلسطيني يعني ماهرة في التزوير كانت فقط لأن وقت الحلقة انتهى سنقف عند هذه النقطة نعود نبدأ منها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أشكرك في الختام القيادة الفلسطيني سابقا في حركة فتح المجلس الثولي عاطفة أبو بكر شكرا لك مشاهدين في أمان الله شكرا لك